اكدت الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خلال القمة العربية الثانية والثلاثين اكدت على تأييد مملكة البحرين لكل جهد يحقق السلام والاستقرار والرخاء ورحب خلال القمة جلالته بالبوادر المبشرة لبلورة نظام اقليمي متجدد ومتوازن من خلال حلول لملفات عربية واقليمية كلمة جامعة حملت قيم مملكة البحرين ورؤيتها التي خطها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه التي تراء مصالح الوطن العربي وشعوبه ففي القمة العربية الثانية والثلاثين التي عقدت العام الماضي وجه جلالة الملك المعظم خلالها رسائل ودعوات تؤيد كل جهد يحقق السلام والاستقرار والرخاء لنجدد العزم ولنواصل مسيرة العمل العربي المشترك بإرادة حرة وتصميم ذاتي وبروح التضامن الجماعي المخلص كي نؤسس للاستغرار والرخاء والوئام الذي لا بد أن تنعم به شعوبنا وسبيلنا لتحقيق ذلك نهج السلام العادل والشامل وهو نهج لا بديل له لمعالجة كافة القضايا العالقة لضمان الأمن والاستغرار والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة دون استثناء القمة أوضح فيها جلالته أيده الله العديد من الجوانب التي حرص على إفرازها تأكيدا لكونها تندرج ضمن رؤى مملكة البحرين حيث رحب جلالته بالبوادر المبشرة لبلورة نظام إقليمي متجدد ومتوازن من خلال وضع حلول لملفات عربية وإقليمية كما أكد جلالته على أن التاريخ العريق والقيم والثروات البشرية والموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعية المتنوعة هي أساس ستتمكن الدول العربية عبر تعزيز التكامل العربي من خلالها من مواكبة حركة العاصر ولأن المحيط العربية جزء من الكل أكد أيده الله أهمية تجديد الشراكات الاستراتيجية مع الدول الحليفة والصديقة والتصدي للإرهاب ووقف الحروب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل تحقيقا للازدهار الذي تكون محصلته منطقة مستقرة تزدهر في محيطها قيم التعايش الإنساني والتقارب الديني والحضاري جلالة الملك المعظم وكعادته في خطاباته وكلماته السامية دائما يشمل العديد من الجوانب المختلفة لينقل رسالة مملكة البحرين ليس إلى الوطن العربي فحسب بل إلى العالم أجمع